كشفت تقارير غربية عن وجود توافق إيراني أمريكي على إبعاد العراق عن الصراع الحالي التقارير أشارت إلى أن طهران أصدرت تعليمات للفصائل المسلحة داخل العراق بإيقاف الهجمات ضد القوات الأمريكية وقواعدها منعا من انزلاق البلاد إلى حرب مفتوحة مبينة أن السلطات الإيرانية قررت إيقاف الهجمات ضد القواعد الأمريكية في العراق نتيجة لتصاعد التوتر إلى مستويات غير مسبوقة وتزايد خطر تحول العراق إلى منطقة حرب وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني تمكن من إقناع الأمريكيين بعدم الردي على استهداف قاعدة عين الأسد مؤخرا وإلغاء أي خطط لاستهداف الفصائل المسلحة داخل البلاد وأنه تعهد للأمريكيين على أن العراق ملتزم بالحفاظ على أمنه ومنع تحول أراضيه إلى ساحة حرب بين الطرفين الأمريكي والإيراني